السلام عليكم. كنتم تكونوا بخير وعلى خير. طليت عليكم اليوم عملت عليكم وحد شوية. كنتم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بيا معكم. مرحبا بيا معي اليوم غادي نتشارك معكم اولا غادي نبرتجي معكم. وصفات الي المعتمدة في الفقاس بدقيق القمح يعني هذا الفقاس شوية صحي مهمشي صحي مياه فالمياه. لانا غادي نديرو فيه واحد شوية ديال الفورس. سكرة ستكون فيه الخميرة على بركة الله سنحتاج لها 4 ديال البيضات نصف كاس جنجلان اللي محمر وعندي هنا معلقة كبيرة مخلطة ما بين نافع وحبة حلاوة اليوم الشمر واليانسون عندي كاس ديال لوز من الافضل يكون لوز بلديك يكون بنين عندي كاس ديال دقيق او لما يعديل 100 جرام دقيق ابيض خاص بالحلويات عندي كاس ديال السكر ممكن تديروا اقل مهم كاس رجال الحلاوة معتادلة عندي نصف كاس مزيج ما بين الحليب وماء الزهر يعني 4 كاس ف4 كاس وعندي كاس ديال الزيت ومطبيعة الحال كيس ديال الخميرة الحلويات مع واحد الكيس ديال زهرات البرتقال وبالطوطة عندي 500 جرام ديال الدقيق الكامل ما يعديل 5 ديال الكيسان انا هنا يا فيها ديك النخالة اللي رقيقة يعني محيدة منو ديك النخالة الغريضة كنخليها الاحساب الخبز هاد شي ديك عين عاديم دا كنخدم القصد جارين مهم انتم ما غادي تخدموا كيف ما بغيتوا يا اما غا تخدموا في الخلاط او لا غا تخدموا هكا بحالي درت انايا في القصر يا بيتكم مهم لكم الاختيار اه غير هو الى جمعتوا كل شي في الخلاط خدمتوه اه ديروا البيض يعني غا تمشيوا بالتدريج بحالي درت انايا وانتم ما غا تديروا في المولينيكس ديالكم او لف الخلاط يعني تخدموا البيض مع السقار مزيان هو الول عاد باش كدفوا العناصر اخرى اما تجمعوا كل شي واضطحنوه وهذا الوصفة يجيل في القص مدقص صراحة جربتها وماجاتش ناجحة باتاتا هذا الشيء الى شو ليس كنخدم يعني بهالطريقة تقليدية انني كخدم السقار مع البيض مزيان مع قريصة ديال ملحة وديك الكيس ديال لباني مزيان 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 حتى كيدو بلينا شوية السقار كنضيف الزيت وكندخله حتى هو كما كتلاحظه حتى يعني ما كيبقاش عندي ديك الزيت معزول على البيض والسقار حتى كيجانسوا مزيان كيو اللي عندي يعني قوام واحد كيو اللي وكاملين مع بعضياتهم سوا سوا بحلاكة عد باش غادي نضيف هاد الحليب مع مزهر كيما كيت لكم اه ربع كاس ديال الماء ديال مزهر وربع كاس ديال الحليب سوفي غادي نخدم لعناصر ديالي كاملة حتى كدجيه ننساعد باش غادي نمتك نضيف ديك النواشف اللي هي اللوز من طبيعة الحال انا اللوز الى لاحظه فاقسمته علاش باش هكا ما كان بريش نفزقو لانه كتفزقو في المازهر اولى في الماء اولى في الحليب يعني مهم كيما بغا تكون باش طريقة باش غادي نرقدوه كيجيني انه انه هم لين كان دخل الفقاس ديالي يتحمر هادا كاللوز كي بتحمر ولكن دغيه كيلوه فانا دائما كان دير هاد طريقة كتعجبني وما كتعدبنيش في الفقاس وخاحتك نديرو صائن لانه السر ديال الفقاس نرى ما الشي هو انه اللوز خصو انفزقوه ولا شي حاجه خصو غير الموسيقو الماضي هاد شي دي كيل لا لاحظه ضفت اللوز ضفت ضفت جنجلان وليانسون وحبت حلاوه والنافعة تلفات لي لا درا مع ديك الدقيق والخميرة ديالي الحلوة وبديت كنضيف الدقيق القمح الكامل الدقيق القمح الكامل ما دا قديرو كيجي رائع وصراحه زوين حتى الى المايده خفيف هو كما قلت لكم يعني هادي وصفه صحي بين صحي وبين ماشي صحيه مهما ها 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 هم ضعينيكم على ديك الكويس ديال ديال الطحين البيض وغم ضعينيكم هاديك خمارة الحلوة وديك شوية ديالس ككرة اللي درنا واعتبروها صحيه سيبغي هو ماشي صحي مية في المياه ولكن بالصح انه دقيق القمح الكامل هو غني بالالياف كيجي خفيف على المايده وخفيف حتى على يعني حتى على القولم بنسبة للناس ديك ما زرهم لهم الحلوة فا جربوا بهالطريقة انا اكيدها انها رمه قدي يشتأثر عليكم بزاف ودائما دائما الحاجه فتúdeك فون صحيه او لتناول learningه ان 자كل حال بعدين على الانهاه سيشتكل في حدامtha يجب أن يكون لديهم طحين البيض لكي يجمع سوف نشكل البودانات على حسب الطاوة صغيرة و أريد أن تكون لديك خبزة كبيرة يجب أن تحضر بها لديهم موضوع من خلق القطار يجب أن تحضر لديهم موضوع من الخلق و بالكي يجب أن تحضر لديهم موضوعين نشكلها بحجرة كفق سطح العمل بداخلها كان عندي شي هو داخل كيكونوا شي فقاعات لهذا باش اللي ما غاديش اطرع ليه من بعد ما يطيب الفقاس في التقطاع كان بدك نخبطه مع سطح العمل صافي وكانش تكلم منه بدانات وكن نزله في السنة ودي علي سبق لي وقيت لكم في جميع الفقاقس اولى الوصفات اللي نزلت معكم دي الفقاس الصرف الفقاس الفراني يكون بارد والموس يكون ماضي ومن ساعة ساعة انا في الكوزينة وكن نحل الباب على الفقاس باب دي الفران من طبيعة الحل باش حتي لتجمع فيه شي سخونية تتخرج هاد شي اللي كين انا شخصيا في الفران ديالي كنديرو على مية درجة وتنخلي تيخد معي تقريبا واحد ساعة ساعة اللارب هانتو ما شوفوا فران بارد باش باش ينجح معكم الفقاس ها هو كيفجة رهما كيتأطر لب خميرة ولا بتاشي حاجة كيتأطر بالفران الى كان سخون وبالموس الى كان حافي ومن طبيعة الحال انا راس باقتكم وقطعتو بالليل انا خليتو غير واحد خمسة سوايع باش برد ليا كا غيموم هاد ليا ما سر كين نعوتان ارجع شويا لبرد وفي ديز كان قطعه هانتو ما شوفوا كتنزلي عليه الموس يكون ماضي وكتنزلي عليه نزله واحدة ما كيتشتت ما كيتاشي حاجة كيجي زوين ومعوط وما فيش ليشوت بزاف يعني كوني يعني غير الموس الموساني ده الرسمي للا حادة يكون عندك في الدار ويكون جديد كوني اكيدة غادي نجح معك الفقاس في غادي نقطعو بنا في الطريقة كنستفو في الطاوة وهادي ندخلو يتحمر بالنسبة للتحمار جيل الفقاس كنحمرو الى المهل وكنعطيه وقتو الحلوة خصا شوية جيل الوقت باش كدشي نبنينا وطيبا مبرو من الداخل ماشي مخطوفة والداخل تبقى مع الجنة ولا بره محروقة هدا هو الفقاس ديالي من بعد ما طاب كيجي شهوة منو كيجي بنين اصلا طحن دي الزرع حلو بلاتة شي حاجة وبنين خلاص عاد مين كنديرو بيه الحلو وراها كيجي بالناء لبنو عاد شي اللي كاين كنتمنى وصفة ديالي تكون عجباتكم لأول مرة كيشوف القناة كنقول لي اشتارك وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالي كل مرة ننزل الوصفة في اليوتيوب ومن طبيعة الحال الناس القدام كنقول لي مدرداركم متنسوش تفارتاجيو مع الاهل والاصدقاء وعلاش اللي ما وقع التواصل هنطم ما شو شروفو شراء بالنسبة التحمير고 дети كيي بره كل داخل سيحبين مفر Shermie كيجي مقرمش Another button كيجي الملك ل lonodby with it خرجو لكن برقب ورمنتع ويقف من support اوووو وصلت جايايي öyle wie inşallah حلي سيحب اليوم منوا سلام عليكم باي باي ا عن من النصب أشاركتها معكوا ويراك ان يعودتها هكا القابد سفي هذا ال Fin